السلام عليكم. صباح الخير الخوث. كديرين كسبحتو. تمنى قاعد تكونوا بخير. وصحة لكم بخير. وكما العادة جيناكم عودتاني. موضوع جديد عودتاني. وهو موضوع حساس و لازم نهضر فيه. يعني وقل بزاف الناس كيدور لانفرازهم. نحاول اليوم نهضر عليه. ونتمنى مع الله يعجبكم هذا الموضوع. ونحن نشكر الناس. بالنسبة للناس التي تكتب لي في كومنتر سوى في اليوتيوب أو في الفيسبوك. أخوتي تحياتي لكم. وراءكم تدعمونا وتحفزونا باش نبقوا معاكم. ونذيرو لكم الجديد. وبناطنا الله لك نكتبو عليكم الخوت. ولكن نقول لكم شي كلمة. مع واحد السيد كتب لي واحد الكومنتر. وانا كنحب كما كنقوله. كنحب الانسان مدرسة القناة. كنحب الانسان ينتاعدني في اي حاجة. والانتقاد. هو الذي كما نقوله الاخذ الرد. هو الذي حاجة صحيح. لم يكن يكون صحيح. لن يكون الاخذ الرد و الاخذ الرد. لم يكن يكون الجواب صحيح. المهمة الخوت. وكذلك لكم. كنتبلي في اصف الوصول. في الفيديو. قمت بترككم الفيديو. لانا. اليوم ضربة شمش. اصف تدرب في العينين. وقد تدخل الداخل. قلت لكم قدرتوا فيديو على الخدمة في الإنجليز وكيفش الخدمة في الإنجليز وكيفش الإنسان يقدر يجي يخدم في الإنجليز يعني راكم بتفرجوا تعريبا كلكم في هذا الفيديو هذا عد سيد هذا كتب لي يا كومنتر قال لي ودي علش كتقول للناس كينا الخدمة وده بما كينا الخدمة لأولو وزمال كورونا الخدمة ميتة والناس ما عندهاش قاع في انتخدام وكذا والناس قاع حاب سابر كاف ديورها أنا أشرح لكم أخوتي كيفش دير الخدمة هذا في زمان كورونا أنا كي أشرح لكم ذاك الفيديو على الخدمة سيهادك غير من قبل من زمان الكورونا غير العامل اللي فات الإنجليز كالت هكذاك ومازالها هكذاك يعني يا ماشي واحد الإمبراطورية غدي بين ليلة وضوحها غيجي واحد الفيروس اللي بلك غير هو ما مصنوع هذا الفيروس هذا أنا كيبالي يا من وراه نقالزا أصلا حيث أي حاجة كتصرف العالم كيكونوا من وراه هذا العوم ولا كيكونوا على ديراية راعد الناس حكم العالم ما غديش تغلبوا من الكورونا ولا هذة الأزمة المهم هذة الأزمة هذة الخوط جاءوا هذة الناس شنو داروا الإنجليزة بالنسبة للناس اللي كانت كتخلص درائب ديالها وكتخلص قائل أمور ديالها قبل من الكورونا راعد مسافدوا كم المغرب يعني واحد الإنسان خدام في شركة كي خلص درائب دياله ولا خدام في أوتيل كي خلص درائب دياله الدولة أعطيته 80% في الخلص دياله 80% مثلا كتشد مليون كتعطيك 160 الفريال و40 الفريال كيكملها لك الباترون ديالك والشركة ديالك اللي خدامها هذة 20% اللي كتبها الدولة كتعطيك 80% في الخلاص ديالك والباترون والشركة والمحل اللي خدامها كيكمل لك 20% هذة في حالتي لك الإنسان كي خلص درائب دياله وكينا ناس دابة هاهم دابة يسمعون فيها ويكونوا يتبعون فيها في اليوتيوب را دابة وكينا خدمة في زمان كورونا وكينا خدمة غيرها ماشي كم مبكري مثلا الشركة اللي كانت مخدمة كم نقولوا تمنيهة العيبات مخدمة جوجة العيبات الحانوت ولا محال ولا ريستور اللي كانت مخدمة عشرين واحد مخدمة خمسة الناس حيث علاش كلهم دابة يخدمون التاكاوي كل شي دابة يخدم الامبورتي والتاكاوي يعني ماشي ماشي قد يجي هوا غدي عيات على ثمانية الخدامة ولا عشرات الخدامة كما موالف باش يجيهم بعمري حين تمك هو شهرين يخلص فيهم يعني باشي فهموا هذه العادية الانسان هنا لا تضيعش من حقك لكي تخلص درائب والواجبات لا تضيعش واحد العادية الخدامة بالنسبة للانجليز التي تفرج فيها أريدكم أخوتي تكتبوا لنا كومنتار على هذه العادية التي سنقول دابة كان أخوتي خدامين من طيور ديالهم بارا انترنت يعني بارا انترنت في صباح كما العادة في صباح أخوتي العادية ويجري تجلب تجلب وكما أقول التجلب ليصبح بالنسبة لكي كنت على حساب حسابات على حسب صدip والمقلة التي تجلب بارا انترنت يعني تحتاج عندما تفهم tampoco يعني درست أولا تمارا ثانا تمارا ثانا تمارا ثالثا هي العياء ثانا تمارا صعب يعني كبيرك في دارك مع مراتي و لا شوف ما يدير و ركتك تصوف خدمتك و خدام و تتخلص يعني باش تعرفوها هذه العادية كينا هنا في الانجليز و عدوا الناس يبرهنوها لكم و عادية الخوط المهمة و كنت هدرت لكم عليها في واحد فيديو سبق هي الانسان كي يجي لد البلاد و يدخل جديد لازم يدير واحد الخمسة المليون تحته و كما نقوله خمسة الاف أورو ولا خمسة الاف بوندك تكون تحتك باش كما كنقوله على دوير الزمان على حساب الوقت و شنو تجيب كتجيب مثلا مرضى كما هاد الأزمة الكورونا اللي جات يعني فضحت بزافة الأمور اللهم الانسان يكون تحته الفلوس دائما جات مرضى راو يكون موجود الله يستر كتاب كتابك حلومات فضل غربة هذه عنده الفلوس بشي سيفطوه ماشي غد يبقى يجمعون لك انت في الجوامع يعني واحد الإنسان وهذه الأكثر كعرفوه الناس اللي قدامه اللي عايشين في الإنجليز صحفا يا جيتي هنا جمع لك خمسة توزنات خمسة الاف أورو حطها تحتك كما قلت لكم متى أي سيفطوك لبلادك جاجة جويجة كما نقوله ماريا جبلون شي جواج كما نقوله بزنز دير الوراق شدوك اللي السير بغو يسيفطوه كل بلاد صنطر دير الوراق عندك باش تدير محامي عندك باش تدير بزافة الأمور تهرس سيجاتك شي مرضى خيبة عندك فلوس سحتك يعني هذا الإنسان خصوه يكون فراسه هذه الأدية لن يكون جميع الفلوس وصيفة البلاد جميع الفلوس وصيفة البلاد لا ضروري كما نقوله تعدوير الزمان المهم أخوة الموضوع الذي نحضر عليه كما قلت لكم هو دي الإنسان يترفضون الوجوء مثلا أخيانا أعطيكم مثال أنا أحد الإنسان جيت لدى البلاد جيت لدى البلاد خصني نمشي لوزارة الداخلية كما عدرت في الفيديوهات اللي سبعوا وبالنسبة للناس الذين تدخلوا جداد تبعني تطلع مع الفيديو ديالي ركيانين بزفة الفيديوهات أخوة أرى أن قلت فيهم بزفة المعلومات مزيانة ومفيدة فيها عيب الإنسان يرجع يتصنط لهم يعني ما شيء مشكلة إذا أطلعت ساطحة انت مع الفيديو الجديد أروح الفيديوهات ركيانين بزفة ما يتسمع المهمة أخوتي الإنسان أعطيكم مثلا بي أنا قلت في الوجوء مثلا فضل بلد خصني نمشي الوزارة الداخلية اللي هي الهوم أوفيس بالإنجليزية كنت تبقى لهم هاي 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 كده أنا فلان بالفولان جيت للدولة بغي ندير الوجوء كي يقول لك ما من الوجوء كي تقول لهم مثلا بغي ندير الوجوء إنساني بغي ندير الوجوء إنساني مرحبا تعال هنا يدخلوك 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 قبل أن يدخلوك يدخلوك مطرجم أول حاجة يدخلوك مطرجم سوى عراقي سوى مصري سوى سوري المهم يكون يفهمك وتفهمك يدخلوك هذا المطرجم يقول لك احكي لي القصة لك من البداية نهاية كيف وكيف جيت إلى هنا اوكي يقولون أنا أرى أحد الإنسان في بلادي كان عندي مثلا مشكلة عندي بغي ندير الوجوء أنا ما عندي مثلا الوالدية شيء مهم مشكلة إنسانية عندك حاجة إنسانية فهمكي يعني يقدر الإنسان يشفعك ويحنفك والدولة تحنفك وتعطيك كما نقوله القبول بال تعطيك كما نقوله الإقامة هنا وتأكسب تلك الوجوء يعني غير في حالات مهم نحن نحن نحضره في حالة الرفض هذا موضوع في حالة الرفض في حالة الرفض في حالة الرفض طرفتي صافية هذيك يدير معاك مقابلة الأولى يدخلوك يقول لك شرح لنا القصة لك من طاقطة حتى السلام عليكم تقول لي مثلا أنا محمد جيت للبلاد وبغي ندير الوجوء ماذا يدير معاك هما يقولك صافي كما قلت لكم في الفيديوهات صافي ومن بعد يضع كما نقول يضع في الصندوق هذا في الانترفيو الأول والانترفيو الثاني يديره من بعد ترانسفير 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 ومن بعد ترانسفير ومن بعد ترانسفير ترانسفير سوف ترانسفير وزارة الداخلية مثلا ترانسفير هي التي تكمل معاك المؤقبالة الثانية لأنه يكون مؤقبالة صعب كما ترانسفير ترانسفير تكون في 4 شمبرات عندك 6 شمبرات كزينة طوالات كلاجة كل شيء ترانسفير معاهم بما يجب يمكن 4 أمال هذا يمكن عام بالنسبة المغربة والجزائرين والتوانسار سوف ترانسوا عام ومن بعد كذلك العام مدينة والطويسات والمتروات والدروبة والزناقي سوف ترانسفير 6 شهر وثلث من شهر يعني هذه النقطة لكي تضعوا في رأسك كل ما يحسب له سوف يتعالى الغربة سوف يعرف الزناقي سوف يعرف الطوبيسات سوف يعرف كل شيء سير بلاس الله سوف يتطلب وقت يا حبيبي المهم نديرو حناية سيدي ارفضوك وكما يرفضوك ما يفعلوك بعد كدوز المحابلة الثانية الانترفيو الثانية يقول لك فوالا سيدي يسايفتوك بريم بعد 4 سنوات يقول لك اودي ارحل قصة يقول لك لماذا رفضناك ليس يقول لك رفضناك ليس يقول لك السبب لماذا رفضوك وكتمك المهم الخوصي صافي هي هذيك الانسان بدأت ترفض صافي يرى انه مرفوض ومعندوش الحق يعيش ومعندو مبقام يدير معاهم صافي يكمل اللوجوء وكمل المقابلات صافي يرى يعني الباب الحباب من انت تنمك في هذه الحالة كتهز الساك ديالك مثلا الانسان الناس الذي كانوا يحلمون يعيشون في لندن قبل ان يدخل الانجليز صافي انت ايام شيت معاهم البرميغام تبعين المال في ديالك بلك هذي الناس هذو ارى ما كانوا يرى ما كانوا يرى الاولى صافي سنبدي لنا ذلك المدينة التي تدوني لها مثلا مثلا الدوني المونشيستر صافي شفت اللوجوء ديالي ترفض سوف ينهز الساك ديالو سوف ينهز الساك ديالو سوف ينهز الساك ديالو ولكن ستكون عندكم صاريفة فهذه البركة اللي بركتي معاهم انتك تتصنف اللوجوء سوف تجمع واحد سسمية و سبعمائة أورو سوف تبدأ غربة جديدة يعني بيش فهموا القادية سوف تبدأ غربة جديدة ارى الشياب كتبشي من المدينة للمدينة سوف تبدأ غربة جديدة و انا ننصح اخوتي مدام عذرت على القادية و انا ننصحكم احد الناصحة خفيفة اخوتي لا تنقذوا من البلاد البلاد يجب ان يستعر لكي الاستعرار تعرف الناس تعرف العقلية للك الناس الحضارة تحفظ الدنيا و تحفظ الموفمو اذا كانت خيطة بيتي من البلاد البلاد رجامي تحفظ شي حاجة و اذا كانت خيطة بيتي تخرج على الانسان المهم اخوتي يعني كنت يدفع لندن اللي هناك كما اخبرتكم و يوجد 7000 فدرهم 800 400 او رجاء و تقرير حاجة 400 او رجاء و تتقلب على خدمة و لم أردت تقرير و تتوقع ضعيفة و تريد انكليزة و تعلم عن عاجلة و تتوقع حاجة و تتوقع حاجة و تستحفظ الوضعية تبارك الله أولاد الناس تكون راجل وتكون في شكل يعني هذه القادية أراها معروفة أراف ممشيتي لك راجلة تعيش تعيش وتلقى مع الرجال ويحن وفك الرجال المهم أخوتي هذه هي القادية اللي كينا يعني الانسان باش يعرفها ثاني حاجة اش كي دير معك هما بغيتي مثلا انت تبقى مثلا انا رفضوني في بيرميقام طلعت البيرميقام ورفضوني الوجوه ولكن عجبتني بيرميقام وبغيت نبقى عيش فيها اش كي دير لك هماك يقول لك لازمك تبقى جيد سيني كل سمانة او كل جود سمانات او كل مرة في الشهر كتمشي عند وزارة الهجرة كتدخل عندهم كتسيني باللي انك انت ما زال موقيم في هذا البلاد ما زالك عيش في هذا البلاد ما زالك اكزيستي يعني انا رمى مشيت لهك لهك او خلفتوية الوجوه اذا بقيتو على هاد القادية اللي قلت لكم يعني اصررت الشي واحد يبقى علياها كما انا هذه القادية اللي فيها كهانا رفضوني عندي دابش حال عندي وانا كان سيني عندي كتر من سبع سنين وانص وانا كان سيني يعني أدريم بقالها مجال يقول يوندي لن نتفقد مدعودي سعيد أن يكون هناك مرضاً وكما سن effective لا تتشموه لن تشوفوني عن الصدفة لا تشد من الناس ما تشد من الناس لا تشد من الناس هذه هي بلاد أخوتي وليست نعزز فيها ونكرم فيها هذه هي البلاد التي لا تنام البلاد الساحبين نتخذ دامة ليلون هارا قبل من الكورونا ساحبها لا تحكي رأسك قادر تخدم تثلاثة الخدمات تخدمهم إذا بما الناس يشوفوا الجائحة يحسب ليهم الغربة ماتت لا 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 بالآن كان احضر بسيفتي عيش في الإنكليز كان احضر على الإنكليز فهمتي المهم سيرجع لكم ذلك النقطة لا تسمحوا لي أخر شيء على الموضوع هذه أخوتي سعب تبقى كما قلت لكم كتسيني لسينتي لمدة خمس سنين عشر سنين ثمين سنين أراك يقول لي عندك الحق في الوراق ولكن بلا ما تدير المشاكل يعني خذتك تبرك ثمين سنين ترونكي لا تنوش الجاجة على بيضها كما نقوله خذتك تبرك ترونكي من هذه الساعة ومعضي يشوفه أخوتي نتمنى من الله نكون وصلت لكم رسالة زوينة ووضحت لكم الكثير من الأمور وأخوتي دعونكم الراحة نحن رمضان نهار اليوم طويل ومازان ميدار نحن نرى ميدار نحن رمضان نهار اليوم نتمنى لكم الراحة أخوتي والله يجعل ربي أعزكم لي وحفظكم ومرحبا بالناس الذين يتقابنوا على نجداد الذين يريدون أن يتحدث عن هذا الموضوع وكما نتحدث عن هذا الموضوع إن شاء الله رغم هذا الموضوع في اليوتيوب ومن يكون خاطركم أخوتي والقناة قناتكم وتحياتي لكم والله يجعل ربي يحفظكم لي ويعزكم السلام عليكم